عاجل تغيرات كثيرة في تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة عن تصنيف المنتخبات الشهري عن شهر نوفمبر وتراجع المنتخب المصري في التصنيف الشهري للمنتخبات حيث جاء في المركز 45 برصيد 1450 نقطة وذلك بعد تعادله أمام أنجولا والانتصار على الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 حيث احتل الفراعنة المركز 44 في التصنيف الصادر عن شهر أكتوبر الماضي وجاء منتخب مصر في المركز السادس في ترتيب الدول الأفريقية بعد السنغال التي احتلت المركز 20 عالميا والمغرب 28 عالميا وتونس 29 عالميا والجزائر 32 ونيجيريا 36 وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف جامعا 1828 نقطة يليه البرازيل ثم منتخب فرنسا في المركز الثالث فيما صعد المنتخب الإنجليزي للمركز الرابع يليه المنتخب الأرجنتيني خامسا وبذلك تأكد وبشكل رسمي تواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل إجراء قرعة الدور الثالث في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال بالنسبة للتصنيف الأفريقي أصبح الآن المنتخب السنغالي في المركز الأول أفريقيا يأتي بعد المنتخب المغربي ثانيا وتونس ثالثا والجزائر رابعا ونيجيريا خامسا والمنتخب المصري سادسا قلوا لنرأيكم في ترتيب الفيفا الجديد ولا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة